حفظ القرآن الكريم صناعة النعل وكيفية تحذير الكسكس والخبز إلى جانب بعض الألعاب هي كلها صور لطورات تقليدي شعبي لمنطقة السورة حاولت جمعية الحفاظ على النمط التوراتي ببشار محاكة تاريخه عبر مجموعة من الأطفال حتى يكون خير خلف لخير سلف نحن حاولنا ندير ورشاس مع هذه الأطفال هدف هو توريد الأجيال موروثنا التقافي لرهتات قريبا رهها في طريق الإنذيطار فبوسط صاحة المدرسة الإبدادائية قادر محمد ببشار الجديد استمتع التلميذ بلمسات تقليدية تقوي الوعي لدى الأطفال وتذكر الجيل الصائد بأصالته وقيم جدوره من خلال اللوحة الفنية لكل ما هو تقليدي أصيل لمنطقة السورة بداية من الإيزار إلى الحيك طريقة انتع فت الكصوص مع الأطفال مع البنات طريقتان انتع العاجين اللي هي الطريقة القديمة كي كانوا يقرسوا زمان الخبز كانوا ورشتان انتع رجال جبناء اللي دير صناعة النعل التقديدي ورشا انتع القرآن اللي كنا نقولها زمان المدرسة مشكورة هي الجمعية على هذه المبادرة وعلى النزول بكل هذا الارد إلى المدرسة إلى التلاميذ إلى الأطفال إلى الجيل المستقبل كم مهم أن نروج للباسنا التقليدي كم مهم أن نروج أيضا لأكلاتنا الشعبية هي عادات وتقاليد جميلة حاول الأطفال سردها لتتحدث عن المحبة والعلاقات الاجتماعية الجيدة والقوية التي عمت بين الناس والتي نفتقدها اليوم